اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او النهاردة اول يوم في عيد الفطر المبارك بس في الحقيقة هم اليومين دول بس اللي انا بفكر اكل فيهم الرنجة وبتبقى بقى عاداتي في اليوم دوت زي ما انتم شايفين باهتم اول حاجة طبعا بجيبها بختارها الرنجة تكون حلوة كده ونشفة كده ومسكة نفسها وبجيب بقى اللوازن بقى بتاعدها البصل طبعا الاخضر وخضرة بقى خضرة كتير خضرة كتير من كل الانواع يعني عندي هنا بقى دونس عملا بوكيه هنا كده جميل كده وغسله ومنظفه تمام وبعدين حطاه برضو في شوية مية على اساس ان هو يفضل لحد اخر اليوم محتفظ به اللون الاخضر الزاه الجميل ده ما يتبالش مني كمان في عندي الفلفل بقى بقى الوانه الجميلة فلفل الحلو والفلفل الشطة وكمان في عندي طماطم خيار اللامون طبعا ضروري الخاص ايا كان نوع كابوتش او اللي هو الخاص البلدي بس للاسف ما ملقتش ليو من دور خاص بلدي وفي عندي كمان طحينة تمام انا بقى هنا عندي في الرنجة دي عندي رنجتين هم هعملهم بطريطين واحدة هحط عليها بصل وطماطم كده وزيت ولمون كتير وانا السلها كده نساير صغيرة والرنجية الثانية هعملها حخليها واعملها صلاتة رنجة بالطحينة كده برضو بشكل جميل اه طبعا انا اول حاجة هنا عاملها ان انا حط الرنجة في صينية ما يكونش صورها عالي وحاخدها كده مباشرة اخطها تحت الشوية على اساس من هي تقطق كده الجلد اللي فوق دوتي تقطق كده معايا واقدر ان انا اسلخة وانضفها بسهولة اه تابعوا بقى معي علشان تشوفوا الخطوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا